تشهد مدينة طنجة اليوم حفل اختتام برنامج محو الأمية الذي تنظمه المندوبية الجعوية لأوقاف الشؤون الإسلامية بتنصيق مع المجلس العلمي المحل بطنجة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة هذا الحفل الذي ستتوج فيه مجموعة من مستفيدات برنامج محو الأمية وأيضا ستتوج فيه مجموعة من المؤطرات وبطبيعة الحال برنامج محو الأمية انخرطت فيه الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابع المجلس العلمي المحلي بطنجة منذ سنوات إيمانا منها بضرورة تعليم المرأة باعتباره مطلبا شرعيا حثت عليه شريعتنا السمهاء ومطلبا دوليا أيضا نصت عليه مجموعة من المواثر والتفاقيات الدولية التي تؤكد ضرورة تعليم المرأة لما له من عكاسات إيجابية على التنمية المجتمعية بشكل عام كذلك يأتي تنظيم برنامج محول أمية تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية التي أشر إليها مولانا أمير المؤمنين صلى الله في خطاب صورة المالك والشب سنة 2000 بحيث فتح المساجد لمحو الأبجدية والدينية والصحية والوطنية وأيضا هذا البرنامج هو تطبيق استراتيجية التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي والمتعلق أساسا بتعزيز درع المساجد في اجتفاف ظاهرة الأمية الأبجدية والدينية بالنسبة للنساء وبطبيعة الحال مما يثلج الصدر هو ذلك الإقبال المتزايد من طرف نساء المدينة سواء بالنسبة للفتيات أو بالنسبة للنساء من مختلف الأعمار وسواء في المجال القروي أو في المجال الحضاري وقد عرفت البرنامج هذه السنة واحدة نقلة نوعية تمثلت أساسا في ارتفاع عدد المؤطرات إلى حوالي 50 مؤطرة في المجال القروي والحضاري بالإضافة إلى ارتفاع عدد المستفيدات الذي قرب 1700 مستفيدة وبطبيعة الحال كذلك من بين المستجدات التي حرسنا على تنفيذها السنة هذه هي توسيع شبكة استقطاب المستفيدات من خلق مجموعات دراسية جديدة وأيضا تكثيف دورات كوينية تخصصية في مجال الكفايات المهنية بالنسبة للمؤطرات ديالبرنامج مجمع الأمية هذا فضلا عن توحيد العمل بالنسبة للمواعيد الشياز الاختبارات بالنسبة للمسرعين الأول والثاني يأتي هذا الحفل الختامي الذي تنظمه من دوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بتنسيق مع المجلس العلمي المحل بطنجة لفائدات مستفيدات ومستفيدي برنامج محول أمية بالمساجد بطار تشجيع هذا البرنامج الذي يعني يعد من مفاخر مملكتنا الشريفة حيث يعني يعتبر هذا البرنامج برنامج محول أمية بالمساجد يعني عبر التلفاز والأنترنت من المشاريع المولوية السامية التي يعني أعادت الاعتبار لرسالة المسجد كمنطلق لإحدى التنمية الشاملة في البلاد وبالفعل هذا البرنامج بالنسبة لجهاتنا جهة طنجة طول الحسيمة يعرف إقبالا كبيرا حيث يتجاوز عدد المشجالين فيه يعني 27 ألف مزعين بين المستوى الأول والمستوى الثاني ويشرف عليه جهاز يعني كبير من المؤطرات والمؤطرين وجهاز إشرف ترباوي يتجاوز عدده يعني 800 إطار تقريبا يعني كسائر السنوات استطعنا هذه السنة أن نحقق نتائج متميزة على مستوى يعني نساب النجاح وأن نحقق مقاصد السامية لهذا البرنامج الذي يعني يهدف إلى تنمية قدرات المستفيدين ومستفيدات وإخراجه من ظلمات الأمية إلى نور العلم والمعرفة والتعلم الداتي يعني مدى من الحياة والاندماج في الحياة العامة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في الصحائف الخالدة اللي يبوننا أمي المؤمين حفظه الله ونصاره فانطلب الله سبحانه وتعالى دو معرنا فبالمساهمة الحمد لله مشاركة الجامعة فالله سبحانه وتعالى وفقنا باش نكونوا فات الساعة مع هذا مع هذا الحمد لله فض الخيرات فانطلب الله سبحانه وتعالى الدوام على هذا الخير هذا وثم بالنسبة لعب ضعيفنا اسم عرف السوسي فالتحق بالحمد لله هذا الخير هذا تقريبا واحد تلت شهر والحمد لله وإلا الحمد الخير ماشي نطلب الله سبحانه وتعالى توفق الجامعة فنحن ما نعرفه ما نقوله ولكن نطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق نطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق والمزيد وات الشماء لإضافه إلى غربه لإضافة إلى صدرات من دول العربية الشقيقة كمملكة العربية السعودية وصدرات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة